الكتاب المقدس يتكلم عن الحكمة التي هي من فوق هذه الحكمة مسالمة مذعنة وإلى آخر هي أثمار صالحة عديمة الريب والرياء فالحق شيء مهم جدا في كلمة الله 188 مرة مذكور كلمة الحق الاستقامة 47 مرة وأيضا كلمة الصدق 36 مرة فإذن من خلال بشارة يحنى والبشائر ندرك ونستشف أن يسوع المسيح اللي إحنا بنتكلم عنه هو الحق طبعا يسوع المسيح تكلم عن الحق شهد للحق تعامل بالحق وكما يقول كتاب اتكلم بالحق مثل ما بيقول في أفسوس 4 أي 15 صادقين في المحبة أنه منتكلم الحق لكن من خلال المحبة